إنه القرار الصادر في 18-3-2014 عن ديواني المحاسبة في الرقابة الإدارية المسبقة لمشروع تلزيم أعمال تقديم وتركيب كاميرات مراقبة وتوابعها في شوارع مدينة بيروت وجاء فيه بما أن مجلس بلدية بيروت قد وافق على دفتر شروط خاص لهذا المشروع بطريقة المناقصة المحصورة ولما حصر هذا القرار المناقص بتسمية خمس شركات ولما كان تحديد وتسمية الشركات بالطريقة التي لا تتآلف والأحكام الخاصة بالمناقصة المحصورة ولا تجوز إلا في حالة استدراج العروض ولأن المجلس البلدي سمى المناقصين المقبولين من دون دراسة مؤهلاتهم مسبقا والتثبت من توافر الشروط المطلوبة لديهم ولما كانت شركات أخرى قد جار استبعادها وتتوافر لديها المؤهلات والإمكانات لتنفيذ هذا النوع من الصفقات فقدت المناقصة الحاضرة أحد ركنيها الأساسيين المنافسة والمساواة وبناء عليه تفتقد هذه الصفقة السند القانونية الصحيح ما يقتضي عدم الموافقة عليها ولفت الدوان إلى عدم وجود تنصيق بين بلدية بيروت وقوى الأمن الداخلي في شأن تفاصيل تنفيذ المشروع وإدارة المعلومات الناتجة عنه فضلا عن أنه لم يثبت للدوان أي تنصيق مع هيئة أوجيرو المشار إليها في المادة السابعة أو مع جهات أخرى أشير إليها في المادة الأولى مثل الأمن العام والدفاع المدني وغيرهما وبناء عليه تقرر عدم الموافقة على المشروع المعروض وإبلاغ هذا القرار إلى كل من بلدية بيروت والمراقب العام لديها والنيابة العامة لدى الدوان